اشتركوا في القناة في توزيع الاشارة بين لاقة واحد ومجموعة من اجهزات الاستقبال الفضائي نفس الحلقة ستكون هذه السنة او هذه المرة بالنسبة لقطعة صغيرة صغيرة الحجم وايضا يعني رخيصة في التكلفة هذه القطعة او هذا الجهاز يدعى بالل ام بي فولتاج يعني هو شبيه للامبليفيكاتور يعني كواكسيال يعني 20 دي بي ولكن الاختلاف الذي يوجد بين هذه القطعة وبين الامبليفيكاتور كواكسيال وهو انها تمكنك من تركيب مدخلين يعني مدخلين من لاقة كيو باند الى 8 اجهزة استقبال فضائي دفعة واحدة بحيث تستطيع تقوية اشارة لاقة واحد دو مدخلين الى 8 مخارج اجهزة استقبال فضائي يعني هذه القطعة كأنك تتوفر على ال ام بي اضافي يقوم بتحويل القطبيات او للا الى اكبر عدد من اجهزة الاستقبال فضائي وتشغيلها في نفس الان Selected Multi Switch يعني Frequency Range 950-2150 يعني هذه بالنسبة للحزم المخفضة والمرتفعة كذلك معدل خفض الشوشرة يعني 5 دي بي وكذلك Power Passing 500 ميلي امبار يعني كحد اقصى فان شاء الله ستكون لنا حلقة مفصلة لهذه القطعة بشكل حقيقي يعني في ارض الواقع لكن فقط احببت ان اعرفكم اياها لمن يريد ان يقتنيها من خلال الروابط المرفقة لهذا الفيديو في صندوق الوصف بتامن يعني كما تشاهدون هذا وتامن القضعة واترككم ان شاء الله الى الحلقة المقبلة لكي نقوم بتجربتها ونتأكد هل فعلا ستقوم بتوزيع اشارة لقطتين الى تمان اجهزة استقبال فضائي لانه على ما يبدو لي انها تتوفر على مخرج 24 فولت يعني ليس مدخل يعني لو كان هذا عبارة على مدخل لقلت ان هذه القطعة يعني تحتاج الى محول طاقة لكن بما انه يعني مخرج سأقوم ان شاء الله بتجربتها وسوف اوفيكم بالنتيجة كيفما كانت يعني سواء كانت ناجحة او فاشلة يعني سوف ابوح لكم بالامر بشكل مباشر هذا اخوكم سعد يحييكم من التقنية ومن سعد التقنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة